بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه أجمعين نبدأ على بركة الله الدعاء كالتالي اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقرر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الثليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقية وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلجو في الليل وشر ما يلجو في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الضهر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم اهديني بالهدى وقيني بالتقوى وفلي في الآخرة اللهم افتح لي أبواب فضلك وأنزل علي بركاتك وفقني لمجيبات مرتاتك وأسكني جناتك يا مجيبة دعوة المتطردين ربي إنا نسألك عملا بارا ورزقا ضارا وعيشا قارا اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أبطل وخير ما أظهر والدرجات العلا من الجنة اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أحبائي في الله إذا أتممتم الفيديو إلى الآخر ألمرجو منكم ترك تعليق بالصلاة والسلام على أشرف المسلين ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على الواتساب ليستفيد غيركم شكرا لكم وبارك الله فيكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله بسم الله شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقرر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الثليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلجو في الليل وشر ما يلجو في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الظهر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم اهديني بالهدى وقني بالتقوى وفلي في الآخرة اللهم افتح لي أبواب فضلك وأنزل علي بركاتك وفقني لمجيبات مرضاتك وأسكني جناتك يا مجيبة دعوة المتطرين ربي إنا نسألك عملا بارا ورزقا ضارا وعيشا قارا اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أبطل وخير ما أظهر والدرجات العلا من الجنة اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أحبائي في الله إذا أتممتم الفيديو إلى الآخر ألمرجو منكم ترك تعليق بالصلاة والسلام على أشرف المسلين ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على الواتساب ليستفيد غيركم شكرا لكم وبارك الله فيكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه أجمعين نبدأ على بركة الله الدعاء كالتالي اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذلى لك جسده اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقية وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلجو في الليل وشر ما يلجو في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الظهر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم اهديني بالهدى وقني بالتقوى وفلي في الآخرة اللهم افتح لي أبواب فضلك وأنزل علي بركاتك وفقني لمجيبات مرضاتك وأسكني جناتك يا مجيبة دعوة المتطرين ربي إنا نسألك عملا بارا ورزقا ضارا وعيشا قارا اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أبطن وخير ما أظهر والدرجات العلا من الجنة اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أحبائي في الله إذا أتممتم الفيديو إلى الآخر المرجو منكم ترك تعليق بالصلاة والسلام على أشرف المسلين ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على الواتساب ليستفيد غيركم شكرا لكم وبارك الله فيكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه أجمعين نبدأ على بركة الله الدعاء كالتالي اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقرر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقي وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أمري